أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الحجة الفضائية مع حلقة جديدة من مرنامج سيرة ومسيعة في هذه الحلقة سوف نخصصها حول أبو الفضل العباس ومولده وبعض القضايا المرتبطة بهذا المجال باسمكم أحبتي المشاهدين أرحبوا بضيف الحلقة سماحة السيد هادي المدرسي السلام عليكم سماحة السيد ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى مشاهديكم الكرام سماحة السيد السعال الأول حول هذا الموضوع حول أبو الفضل العباس ومتى ولد أبو الفضل العباس وهل كان هناك اختلاف حول تاريخ الولادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض أبو الفضل العباس سلام الله عليه ابن أمير المؤمنين وقد أخذ صفات النبيلة من أبيه كما أخذ بعضها من أمه لأن الإمام عليه سلام الله عليه حينما أراد أن يتزوج بعد وفاة وشهادة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ومرور بعض النساء في حياة الإمام جاء إلى أخيها عقيل وكان عالما بالنسب قال انظر إلى من ولدتها الفعولة من العرب عادة الإنسان يبحث عن صفات الأنوثة في زوجته لكن الإمام علي كان يبحث عن صفات الفعولة في زوجته من ولدتها الفعولة من العرب لأنه كان يقصد من وراء زواجه العباس حتى في بعض الروايات لتلد لي غلام ينصر ولدي الحسين في كربلا حتى لو لم يكن هذا القسم من الرواية لكن هذا الواقع الذي حدث أنه بحث عن أفضل إمرأة يتزوجها الإمام علي تكون أمًا لأولاده قال عين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية وكان عقيله هو متزوجا من هذه العائلة ولذلك كان عارفا بالتفاصيل يعرفهم نعم ويعرف أن هناك بنت لحزام وأنها ربية تربية ممتازة على كل حال فالعباس عليه السلام فيما يرتبط بولادته الإمام الحسين ولد في الرابعة من من الهجرة نعم من سنة يعني أربعة الهجرة النبوية في الثالثة من الشعبان سنة الرابعة سنة الرابعة للهجرة نعم أما العباس فولده في سنة ستة وعشرين ستة وعشرين للهجرة نعم يعني عملياً كان الإمام الحسين أكبر من العباس 22 سنة 22 سنة 22 سنة نعم ولكن لأن التربية لأن طبيعي الإنسان يأخذ عوامل الوراثة تؤثر في جسمه وفي روحه التأكيد الرجل الشجاع لا يكون أولاده جبناء في العادة إضافة إلى أن الله عز وجل يختار الأولياء ولا يترك القضية للصدف إن الله اصطفى آدم ونوحاً قضية اصطفى وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الصفات النبيلة تتوارث بين العوائل ولذلك الإمام علي في عهدي إلى مالك الأشتر يقول انظر إلى ذوي البيوتات يعني اللي عايش في بيئة سليمة يطلع سليم يعني مثل الفاكهة التي تكون تفاحة في صندوق من التفاح السالم التفاحة تكون سليمة بينما تفاحة سالمة في صندوق من التفاح الخراب يصبح خراباً ولذلك قال النبي إياكم خضراء الدم قال يا رسول الله ما خضراء الدم قال المرأة الحسناء في منبت السوء المنبت يؤثر التاريخ يؤثر في الإنسان العائلة تؤثر الأب الأم كل هذه مؤثرات فالعباس سلام الله عليه قصد قبل أن يتزوج الإمام علي أمه كان هو المقصود من وراء زواجه وكذلك أخوته الثلاثة آخرون نعم طيب سماحت السيد بالنسبة لأبي الفضل العباس بالتأكيد ابن أمير المؤمنين كان لابد أن يتغذى من هذه الروح المعطاء الروح كلها مملوعة بالقيم والمبادع لكن هل أخذ أيضا شيئا أب الفضل العباس من أخيه الإمام الحسين وهو يكبره بـ 22 سنة في هذا المجال وهل تربوا في بيت واحد أساسا مسألة البيت الواحد قد لا يكون واردا لأن الإمام الحسين كان متزوجا ولكن كانوا يعيشون في بيئة واحد يعني كانوا قريبين كانوا قريبين إلى أبيهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في حله وترحاله عندما كان الإمام في المدينة الإمام تزوج في المدينة من حزام من فاطمة بنت حزام وأيضا هؤلاء ولدوا في المدينة المنورة فالبيئة في المدينة ثم حينما انتقل بعد خلافته في بداية خلافته إلى مدينة الكوفة وجعلها عاصمة لدولته أيضا انتقلوا معها فالبيئة كانت واحدة طبعا والأجواء كانت واحدة والإمام سلام الله عليه كان يظل بروحه المباركة المقدسة على رأس أولاده كلهم بما في ذلك أبي الفضل عباس وأهم شيء انظروا الذين يقولون لكن التربية صعبة وعادة أقول لهم التربية وصولها ثلاثة وسهلة لكن أقول فيما أقول أنه أنت ربي الولد الأول البقية خمسين بالمئة يريحوك يأخذون من يأخذون من الأول كوبي كات يشوفون أخوهم شي سوي هوهم يسوي هذا أمر طبيعي حينما يجد العباس حينما يفتح عينيه في عينه أبيه أمير المؤمنين وأمه فاطمة وفيما بعد عند الحسن والحسين وأم سيدة شباب أهل الجنة طبعا يتربى تربية حسنة تربية عظيمة تربية لا يمكن قياسها بتربية الناس لأن هؤلاء في أجسامهم مثل بقية الناس وكذلك النبي قل إنما هذا بشر مثلكم لكن يوحى يوحى الروح العظيمة التي كانت عند علي والتي كانت في بيت العباس أيضا هذه الروح هي التي كانت مسيطرة كانوا عظماء في أرواحهم ونحن نعتقد أن الله هو الذي يختار أولياءه ولا يترك القضية أن الناس يختارون في عهد النبي جاء بعض الناس قالوا وإحنا مستعدين نؤمن بالله لكن بشرط أن الوحي ينزل على شخص معين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فكما لا تختار أنت النبي لأن هذا معناه اخترت على الله إنما الله هو الذي يختار هو الذي يشتبي من يريد هو الذي يصطفي من الملائكة ومن الناس يصطفي بعض الأنبياء على بعض بعضهم أفضل من بعض يصطفي أولياءه العبا سيصطفاء الله من عالم الزر وليس فقط في عالم الدنيا نعم طيب سماح السيد كيف كان ينظر الإمام الحسين عليه السلام لأخيه أبي الفضل العباس وهو يعلم أن هذا الطفل سيكبر وسيكون شابا يافعا يستشهد معه في كربلاء انظروا نحن في قراءتنا للتاريخ نجد أن بيوتات الأنبياء والأولياء والأم سلام الله عليهم كانت حالتها مختلفة عن حالتنا الجانب الروحي كان هو البارز الواضح نعم يعني تصور الآن لو أن شابا ولد في عائلة طفلا ولد في عائلة جميل فهم يقيسون الأمور بجماله لكن في بيئة الأنبياء والأولياء يقيسون بروحه بصفاته بأخلاقه بتواضعه إذن المعادلة المعادلة مختلفة أحسنت المعادلة أساسا في التربية مختلفة العباس كما في بعض الروايات كان جالسا في حضن أبيه فقال له قل واحد قال واحد قال له قل أثنين ما قال قال قل أثنين قال إن لساني لا يطاوعني أن أقول به وقد قلت واحد أثنين واحد يعني الله فإذا قلت الله ما أدخل فقال الإمام الحسين أتحبني قال نعم أتحب الله قال نعم قال وهل يجتمع حبان في قلب واحد العباس قال لا قال كيف تحبني وتحب الله قال أحبك لحبي لله أنا أحب الله يوم اللي أشوف أنت عبده وتطيعه وأحبك فهو حب واحد لأدل الله حب واحد العباس هذا كذا في صغره يعني الجانب المعرفي وهو الذي يميز الناس بعضهم عن بعض كان عند العباس متفوقا على جميع الناس ما عدا الأولياء ما عدا الحسن والحسين طيب كما تطرقت قبل قليل أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه انتدى بأخيه عقيل ليجد له زوجة ولدتها الفحولة من العرب إذن القضية مخطط لها مسبقا من قبل أمير المؤمنين بأن يجد هذه الزوجة الصالحة ليلدها بعض الأولاد ليكونون أون لأخيه لأبنه عفوا الإمام الحسين يوم الطوف كيف كانت عملية الأعداد هذه من قبل أمير المؤمنين أنظروا أنظروا عائلة حزام كانت عائلة معروفة بصفات البسالة نعم والكرم والشجاعة وكانت أم البنين الجدة لهذه العائلة معروفة قبل ولادة أم البنين الثانية نعم والشعر المعروف نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين السيف يوم المعمعة هذا مو أولاد أم البنين فاطمة بنت حزام أولاد جدته جدته العائلة كانت أساسا عائلة كريمة هناك كتاب لي تحت عنوان جوهرة المدينة عن السيدة أم البنين وكيف عظمتها وكيف اختيار الله لها كان أبوها أبو فاطمة يسافر مع شلة من أصدقائه ورفاقه للتجارة للصيد وما شابه ذلك وذات مرة كانت خارجا مع الجماعة جماعة من أصدقائه وفي الليل رأى في الحلم كأن بيده جوهرة يقلبها وإذا بفارسا يأتي من بعيد ويقول هل تبيعني هذه الجوهرة قال بكم تشتريها قال بكم تبيعها قال لا أعرف قيمتها فقال الفارس هذا في المنام في الحلم قال وأنا أيضا لا أعرف قيمتها لكن إذا تعطيني هذه الجوهرة فأنا أهديها لرجل لرجل عظيم وتكون لك حظة عنده قال من يضمن قال أنا فقبل هذا في العلم نعم في النهار نقل هذه الرؤية لأصحابه فقال أحدهم وكان كبرهم سنًا إن صدقت الرؤية منك فإنك ترزق ببنت يتزوجها عظيم من العظماء فهذا أحد عظيم يتزوجها وحينما عاد رأى أن زوجته قد ولدت فاطمة فعرف أن هذا تفسير حلم الحقيقي وحينما بلغت مبلغ النساء يشوفه خطابه وعيد بس ما تكان يشوف ذاك العظيم نعم شوفهم ناس عاديين مثلاً ابن عمه ابن خاله ابن هننو ولذلك ما زوجها لأحد منهم إلى أن جاء عقيل وكان بينه وبين منطقة حزام ثلاثة أيام بالطريق يقطعون الطريق ثلاثة أيام وصل مع جماعة ودخلوا على حزام واستضافهم حزام ولم يسألهم عن سبب مجيئهم في اليوم الأول والعادات المعروفة عندهم واليوم الثالث ما يسألون وكانت أم فاطمة تسأل زوجها لما جاء عقيل عقيل اش عجب جاي شيريد فقال الله أتري قالت لعله جاء لنصرة علي قال الله إن كان لنصرة علي من أول يوم كان يبغل ما يخلي ثلاثة أيام ساكت نصرة علي هذه كأنه كان في عهد الخليفة الثاني أو بدايات الثالث المهم فإلى أن ثلاثة أيام خلص فجاء حزام إلى عقيل قال عددنا نحن من العادات نملك ثلاثة أيام بس لماذا جاءت أكون شيء نقدر نقضيها إليك حاجة قال جئتك خاطبا قال من لمن كأنه عنده أكثر من بنت قال فاطمة جئتك خاطبا فاطمة لعلي علي كبير هذا الاسم يعني أعلم الناس بعد رسول الله الآن ما صاير خليفة بس هم نعرف أظمت عند الله وعلمه وحكمته وروايات النبي حوله أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكم وعلي بابها أنا مدينة الجد وعلي بابها نعم قال كما يعني أنتم علمتون أنه لازم نسأل البنت فيجي وسأل والدته والدته قالت إحنا ما ربيناها تربية غلط ولكن لازم نسأله وإلى آخر يعني القضية مخطط لها مسبقا من حلم أبو أم البنين نعم من قبل ما الإمام علي يرغب في الزواج منها نحن لا نرى أن هناك صدفة في أمر الله أنت تسميها صدفة بس هي مو صدفة يعني الله ما فيش شيء اسمه متأكد كل شيء يجري بناء على ما أراده الله اللهم لا يحتاج إلى تخطيط الله لا يحتاج إلى تفكير الله لا يسمع إلا صحيحا لأن المعصومة الأول هو الله عز وجل لا يخطأ في شيء أبدا فهو الذي رتب هذه الأمور ما نقول خطط بس هو اللي رتب هذه الأمور فسأرت حسب الإرادة الإلهية حسب الإرادة الإلهية نعم حسب الإرادة الإلهية والإمام علي أيضا كان معصوما لا يخطأ وحسب الإرادة الإلهية مشى مشى هذا الأمر في بعض الأحيان الحديث حول أب الفضل عباس أيضا كذلك شيقة وابنه أمير المؤمنين وأمه أيضا غير قاصر عن باقي النساء أصحاب المبادئ والقيم بعض الناس في المجتمع نلاحظ سيدنا خصوصا عند النساء اليوم موجود هذا في المجتمع أنهم يبتعدون عن زيارة الإمام العباس خوفا بعض الناس تسميه براس الحار بهذا الشكل لا الإمام يعني أب الفضل العباس صاحب مبادئ وقيم كل ما كنت أنت تسير في هذه المبادئ بالتأكيد راض عنك أساسا الأولياء الله يحبون من يحب الله ويغضون من يغض الله فالعباس إذا كان شديدا مع أعداء الله فإنه بالعكس مع أولياء الله مع الذين يؤمنون فالعباس مع المؤمنين بالله أب رحيم لهم لكنه مع الفسقة والفجرة شديد بالطبع كان الأتراك يقولون في وقته حينما غزوا العراق كانوا يقولون عباس قلدي يعني عباس إجه خافون من العباس نعم لابد من الخوف من العباس إذا كان المرأة عاصيا درب به لكن حتى لو كان عاصا وريد التوبة فإن العباس رحبه لا شك ولا شبه نحن نرى من أوصاف العباس خام الضعينة خام العائلة من أوصاف العباس السقاء وهذه الصفة لم يأخذ العباس من كربلاء كانت هواية السقي منذ بداية شبابه كان يحب يسقي واحد عطشان هو كان يجيب الماء عنده هواية حسب تعبيرنا طبعا نعم من ألقابه أنه باب الحسين من ألقابه باب الحوائج يعني العباس باب رحمة الله عز وجل ورحمة الله هي التي تغري المؤمنين بالاقتراب إلى الله نعم لابد أن نخاف من ذنوبنا سواء كنا في حرم العباس أو خارج الحرم لكن العباس ما يخوف بالعكس باب الحسين و باب رحمة الله عز وجل أحسنتم طيب سماحة السيد هل كان أبل فضل العباس آلما فقيها وله بعض من تفسيرات القرآن الكريم أم أنه في مرحلة الشباب ذهب مع أخيه الإمام الحسين لعله لم يصن الكثير من علمه من تفسيراته الإمام علي سلام الله عليه في زمن رسول الله لم يكن يتكلم كان يستمع إلى رسول الله نعم يعني في حضور النبي الإمام علي كان أذنا مستمعا لرسول الله والخطب الوارد من الإمام علي وهي كثيرة بالطبع هي في زمن خلافته والعباس كان موجودا في زمن خلافة أبيه فكل مواعظ الإمام علي سلام الله عليه وقضائه وإلى آخره كلها سمعها العباس فهو من أعظم فقهاء هذه الأمة ومن أدراها بالأحكام الشرعية لأنه عاش فيه كان في مصدر الفقه ومصدر الشريعة يقال أن أحد الناس كان مغرورا بعلمه وكان يقول أنا أعلم من العباس بالفقه في ليلة من ليالي رأى في المنام فقال له العباس رأى العباس كأنه قال له العباس أنا تربيت في حضن علي أنت بالكاد تروح في بطون الكتب تبحوش حتى تلقي لك في الرواية من علي أنا كنت مع المصدر الأساس يعني أخذت من النبع ومع ذلك ترى أنك أفقه مثلا لا العباس كان كل هؤلاء كانوا فقهاء حقيقة في أمورهم الآن في زمن الإمام علي ما يتكلم هو نوع من أنواع التواضع لله عز وجل واحترام لأبيه حتى بالنسبة للإمام الحسين الإمام الصادق يقول أن الحسين لم يتحدث في حضور أخيه الحسن كلمة قط يعني يوم الإمام الحسن موجود للحسين ما يتكلم يعني مثل ما الإمام علي وهو من أخطب الخطباء وحسب الرب البلاغة ما يتحدث في عهد النبي احتراما لرسوله احتراما لا وهو منبع علمه وحكمته كذلك العباس فالعباس لا شك أنه من أعظم الفقهاء كما الحسين كما بقيت أولاد الإمام عليه السلام أو زينم مثلا نعم التي تسمى بالصديقة الصغرى لأنها كانت في المنبع العالم الغير معلم ما أحسنتم عالم غير معلم هؤلاء العلماء غير معلمين المهم من علم الله والمصدر مصدرهم الأساس وأمير المنين وصول الله أحسنتم سيدنا على هذه المعلومات القيمة بالتأكيد يعني البحث حول أبو الفضل العباس ودرجة قربه من هذا البيت الطاهر ووالده أمير المنين بالتأكيد أن تكون له هذه المعرفة وهذه العلم الناصع كيف نقرأ اليوم عنوان ومبادئ الأخوة والقيم بين الإمام الحسين وأبو الفضل العباس كيف تجلت في كربلاء مثلا أو تجلت في غيرها من المواقف هناك حديث معروف أن النبي قال عن الحسنة والحسين إمامان قام أو قعد النبي يتحدث في نفس اللحظة يعني إمامان الآن لم يقل النبي سيكونان إمامين قال الحسن والحسين إمامان يعني الحسين منذ ولادته إمام إلى مقتله إمام كل لحظة من لحظات حياته قدوة ووسوة للناس كل لحظة تقربك إلى الله كل لحظة تقربك إلى الجنة فما دام أماء إمامان كذلك العباس منذ ولادته كان قدوة ووسوة للأمة ورجال الأمة وشباب الأمة منذ بدايتي والحسين منذ بدايتي وكذلك الإمام الحسين منذ بدايتي ووقية الأمة منذ البداية منذ الصغار هؤلاء يخلقهم الله متميزين كما الأنبياء الذين لا يحتاجون إلى أن يعني يقطعوا مراحل التعلم صف الأول ثاني ثالث رابع كذا الله يعطى العلم مباشرة قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية قال إني عبد الله أتني الكتاب الله أعطى كتاب الكون لأيسى بن مريم وهو لا يزال طفلا في المهد أحسن الله أعطى للحسين أعطى للإمام علي أعطى للنبي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالعباس قدوة وأسوة خاصة فيما يرتبط بحياته مع إخوته طبعا كل مجالات الحياة هم قدوة وأسوة فيها وهي كثيرة طبعا منها قضية الأخوة والصداقة التي ما بين الأخوة يعني عقد الأخوة الحقيقي كان عتهم بلا خلافات كما يحلص بين الشباب عادة فيما بين الأخوة وكذا وبلا منازعات على باطل وبلا وبلا هؤلاء هم نماذج حقيقية لابد أن نقتدي بهم في شؤوننا وحياتنا أحسنتم إذن كل هذا العطاء هو أبار عن عطاء إلهي لأب الفضل العباس وكذلك الباقي الأمة سلام الله عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ونكمل فيما بعد أحبتي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى نرحب بضيفنا سماحة السيد هادي المدرسي السلام عليكم سماحة السيد ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحدثنا قبل قليل سماحة السيد حول موضوعات جمة ترتبط بمولد الإمام العباس بعلاقته بالمبادئ والقيم التي ترتبط فيما بينه وبين الإمام الحسين في التغذية المعرفية في علمه وتفسيره كيف كان يأخذ عن أبيه وعن أخوته العلم والمعرفة الآن بودنا أن نعرف كيف للمجتمع المعاصر اليوم بصورة عامة والشباب بصورة خاصة أن يتخذ من أبو الفضل العباس نموذجا إيمانيا رساليا وقدوة صالحة يقتدي بها في الحياة في الحقيقة العباس هو قدوة في كل مجالات الحياة يعني كمثال أقول علاقاته بأبويه بأبيه وأمه بره لوالديه خدمته لأبويه طاعته لهما هذا مجال مهم في حياة الناس لأن الذي يمشي وهو بار لوالديه يوفق في حياته وبالعكس من يقطع رحمه في والديه فإن الله يسرع إليه الموت فصلة الرحم اللي في الدرجة الأولى مع الوالدين كانت في القمة عند العباس لم نجد يوما خالف أباه أو كان له رأي مضاد لأبيه لم نجد إلا البر لوالدته قضية بر للوالدين اللي بعض الشباب مبتلين فيها وبعضهم يقول أن أمي كذا وكذا وأنا قطعتها جاءني أحد الشباب قبل أيام وتكلم ضد أمه قلت أنظر مهما كانت أمك فهي أمك ولا بد أن تكون بارا بها أو أحدهم يشتكي من أبيه أقول حتى لو كان أبوك فاجرا أما وظيفتك فأن تكون بارا به لأن القرآن الكريم يقول وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أبوك يجاهد إياك يعني يصر عليك إسرار عجيب كأنه يقاتلك يريد يضربك أو يضربك حتى تكون مشرك فلا تطعهما لتسمع كلامه ولا تشرك بالله لكن وقل لهما قولا معروف لا يكون تقول لأ أبويك أف وكما يقول الإمام صادق لو كانت هناك يكلم أقل من أف لذكرها الله أف كلمتين إذا تقول الشباب اليوم ما يقولون أف يقول أوهو هذه أكبر من أف نفس المعنى ولعلها أشد أشد فإذن في بر الوالدين العباس حقيقة مثال جيد في هذا المجال العباس في تحمل المسؤولية وهي قضية مهمة جدا وقفوهم أنهم مسؤولون شوفوا إحنا قدر نستقيل من كل الأمور ما عدا من المسؤولية عدنا في النظام الإداري في البلاد اليوم في العالم كله نظام التقاعد لكننا ما عدنا تقاعد في الشريعة ما عدنا تقاعد في الرسالة أنا علي أن أؤدي مسؤولياتي مهما كان إلى آخر لخلاط حياتي ولذلك فإن الله ابتلى وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الله ليش الله ليش حكم عليه أن يرمى به فيه فملحوت ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نعم لأنه استقال من مسؤولية يا ربي ذلك ما آمنوا بك فيهم وإلا فيهم وإلا أنزل عليهم العذاب أنا رايح تعالوا أن رايح وقفوهم أنهم مسؤولون العباس كان يتحمل لمسؤولية ويتحملها في أشد مواقع أحد يعني مثلا في معركة صفين أنه خرج رجل من أصحاب معاوية فخرج إليه أحد أصحاب الإمام صاحب معاوية قتل صاحب الإمام واحد ثاني قتل واحد ثالث وإذا خرج الشاب ملثم فقط عيوني طالع فخرج إليه وقتله وقتله إجه واحد ثاني قتله الملثم قتله من أصحاب الإمام علي والقاتل قتل ذلك وحينما عاد كشف عن نفسه كان العباس حسب بعض الروايات العباس كان يتحمل المسؤولية مو فقط في كهربلا في كهربلا تحملها والموت بين يديه وقطعت يده اليمنى واليسرى وعينه راحت مع ذلك وبقي مصر على تحمل المسؤولية هذه قضية تحمل المسؤولية مثلا مهمة تشوف الشباب اليوم يقول خوب كلش كلش أكتفي بأنني أصلي وأصوم وأحج وأطيع الله هذا ما يكفي الإسلام دين يحمل أتباعه مسؤوليته لا يكفي أن تكون أنت صالحا لا بد أن تسعى لصلاح المجتمع الصلاح والإصلاح والصلح ثلاث كلمات مترابطة لا بد أن يكون المؤمنة ملتزما بها مو فقط تكون صالح تصلح أيضا يعني إحنا عدنا في فروع الدين الصلاة الصيام الحاج الزكاة الخومس الأمر بالمعروف النايع عن المنكر الجهاد في سبيل الله تولي تبري خمسة من عداء الربط بالمجتمع ما يصير أنت تستقيل والحمد لله أنا إنسان طيب ومؤمن وأصلي وأصوم وأحج لا ما يكفي بالإضافة إلى ذلك لا بد أن تتحمل المسؤولية تجاه المجتمع يعني ليس فقط أن يكون هو إنسانا صالحا لا بد أن يكون مصلحا مصلحا أحسنت أن تكون مصلحا والإصلاح لأن هذه الأمر خمسة من أصول فروع الدين اللي الفروع الأساسية طبعا خمسة من عداء الربط بالمجتمع فلا بد أن يتحمل المسؤولية في أدائها أحسنتهم وإذا لم يتحمل فإن الله يحاسبه ويعاقبه يعني الإمام علي يقول وعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم أنت مسؤول عن البهائم أنا مسؤول عن الخرفان في بلدي نعم فإذا لم يكن لك عشب استفيدوا منه الرعاة فأنا مسؤول البقاع بقاع الأرض إذا كانت لك بقعة فارغة يا باب أنا مسؤول عنها رب العالمين خلق هذه الكرة الأرضية وخلق الناس فيها وأنزل لهم الكتب والرسالات وبعث الأنبياء وأعطاهم الفطرة وأعطاهم العقل وأعطاهم نفس اللوامة أعطاهم ما أعطاهم حتى يتحملوا مسؤولية نعم فأنت ما تحمل مسؤولتك يعني شنو؟ الله ما يقبل من عندك وقفوهم أنهم مسؤولون مسؤولون حتى حينما جاء للمامي الحسين وطلب منه البراز والحسين لم يأذن له قال إن كان ولابد فاطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء قتل العباس في سبيل قربة ماء يريد إيصالها لأطفال أطشانين أنا مو مسؤول عن العطاشة في الكرة الأرضية عن الأطفال الذين يجوعون ويعطشون بسبب فعل الأعداء أنا مسؤول أنت مسؤول كلنا مسؤولين كلكم مسؤول وكلكم راعا قضية مشتركة نعم كلكم راعا وكلكم مسؤول عن راعية نعم فالقضية مشتركة العباس قدوة فيه العباس قدوة في تحمل في الصبر انظر أحيانا النفس الإنسانية تنكسر بمصيبة بعض الشباب يشوف ينتحر لأنه ما نجح في امتحانات رأس السنة أو بمجرد أن يمر بأزمة صغيرة أزمة صغيرة يفكر فيه أن يقتل نفسه هو ينتحر أو لأنه يعيش بطران حسب تعبيرنا أكثر حواجز الانتحار في السوهد والسوهد شعب مرفه الشخص يعيش ياكل يشرب ينام يمارس الجنس من حلال من خرام قال له يشنه يشعر بالفراغ فينهي حياته بالانتحار لكن اللي يتحمل المسؤولية ما يشعر بالفراغ إذا أنت وضعك الاقتصادي جيد اسعى في سبيل الآخرين للفقراء المساكين إذا كنت في مأمن فاسعى في سبيل المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء لآخرين فتحمل المسؤولية قضية مهمة الأخلاق الحسنة يعني هل سمعتم أن أحدا يشتكي من الحسين العباس الحسن سلام الله عليهم أجمعين في أخلاقياتهم أبتا في الكرن درجة أولى في العطاء درجة أولى في مساعدة الآخرين درجة أولى في الشجاعة درجة أولى يعني اكتب أسماء أو صفات المتقين اكتب الفضائل في الصفحة ثم خل في مقابل كلها العباس يطلع صح شجاعة نموذج العباس الكرن نموذج العباس تحمل المسؤولية نموذج العباس وهو الأول بالدرجة الرجل الاستشاد في سبيل الله العباس العطاء العباس كذلك الإمام علي كذلك الإمام الحسن كذلك الإمام الحسين هؤلاء نماذج جاء بهم الله عز وجل للبشرية حتى يتعلموا من مواقفهم وفعلهم وليس فقط من كلماتهم نعم يعني ما يحتاج للعباس يتكلم يكفي أن العباس تكلم بمواقفي تكلم بعمله هذا تكلم العباس هو نموذج بالتأكيد انظروا احنا بعض الأوقات بعض الشركات عدفت شيء صانعته مصنوع من مصنوعاتهم جهاز من أجهزتهم يجيبون أفضل النماذج يستعرضون يعني إذا كانت شركة تصنع السيارات تأتي بأفضل نموذج لهذه السيارة وتعرضها تخليه في المعرض هذا أفضل نموذج إذن الله أتى بأفضل النماذج البشرية وعرضهم أمام الناس وقال تعلموا من هؤلاء كما كان النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي الصلاة فيها ثلاثة آلاف حد ألف حد واجب ألفين حد مستحب هل النبي جلس ودرس الناس لا قال صلوا كما رأيتموني أصلي وجدتموني قبل الصلاة أتوضع بهذه أشكال الوضوء غسل الوجه غسل اليمين اليسار المسح الرأس المسح الرجلي التهم سوى هذا إذن هذه من الواجب وفعله حجة علينا أعتبر صلنا صلاة وقف أمام الكعبة إذن لابد أن صلاة تكون بتجاه الكعبة هذه واجبات رفع يدي وقال الله أكبر تكبير سليح رامل الواجبات الله أتى بهؤلاء كنماذج حقيقية واقعية على وجه الأرض وقال للناس تردون الفلاح تردون الفلاح تقلدوه اقتدوا به اقتدوا به مش وراه ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورا واشتغل حاول حاول أن تكون النموذج ولو مصغر عن العباس واحد بالمليار في شجاعتك في كرمك في تحملك المسؤولية يسألوني بعض الناس أحيانا ما الذي نطلب من الإمام الحسين ما الذي نطلب من العباس أقول أطلبوا كل ما يخطر في بالكم بس أهم الأشياء أطلبوا أن تكونوا نماذج منهم قل يا أبي الفضل العباس الله أعطاك شجاعة شوية من شجاعتك أعطيني الله أعطاك كرم شوية من كرمك أعطيني قال الله أعطاك مسؤولية أعطيني صبر أعطيني حتى أكون نموذج ولو مصغر عن العباس أحسنتم سماحت سيد لي معرفة ببعض الكتب التي ألفتها حول أبي الفضل العباس كان لك كتاب حول أبي الفضل العباس البطولة العباس البطولة وشجاعة السيف وكذلك الكتاب الثاني كان عنوانه ذلك من العباس ابن علي هل حاولت أن تستجمع غالبية القيم والمبادئ التي جسدها أبي الفضل العباس في هذه الكتابة في الحقيقة لا والسبب في ذلك أنه إذا أردنا أن نأتي بكل القيم والمثل التي جسدها العباس فلا بد أن تكتب مأت مجلد لأن كل الإسلام وكل ما جاء به الأنبياء هذه تمثلت في العباس كما تمثلت في أولياء الله الآخرين إنما أتيت ببعض الأمور بعضها تاريخية وبعضها من خلال مواقف العباس عليه السلام في كتاب ذلك من العباس ابن علي أتيت بنماذج لكن في كتاب العباس بطولة الروح وشجاعة السيف ذكرت قصة العباس لكن من النهاية للبداية وليس من البداية للنهاية يعني أول ما تقرأ عن العباس عن ضريحه عن حرمه ثم تعود إلى الوراء إلى أن تصل إلى زواج أبيه بأمه لكن بحيث لا يعني إذا لم تقل للقارئ أن هذه قصة العباس من الأخير لا يكتشف ذلك كأنه كتاب طبيعي قارئ لا نستطيع أن نستوعب العباس حقيقة كما لا نستطيع أن نكون النموذج نموذج مأب المأمنة كما قال الإمام علي قال ألا وأن لكل مأموم من إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصه ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك تجبى إليك نعيم الدنيا ولكن لا تستفيد منها جاء الإمام علي بفالوذج فوضع يده ويعني ضاق حسب تعبيرنا فقال أفالوذج هو قال نعم فرماه قالوا تستحرمه يا أمير المؤمنين قال لا ولكن أخاف أن يقال ليوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا علي زاهد زهد العباس بطولة العباس شجاعة العباس هذه لا يمكن استيعابها ماء في الماء لكن أعينوني حاول أن تكون نحن في زيارة العباس نقول وقلبي لقلبكم سلم يعني يا أبو الفضل العباس بين قلبي وقلبك جسر اللي في قلبك مفروض في قلبي يعني إذا كان إيمانك هو استوعب قلبك كله فلابد أن الإيمان شوي يستوعب من قلبي لابد أن تكون قلوبنا كقلبه وأن تكون مشاعرنا أعمالنا أيدينا أرجلنا عيون آذان كلها تكون في خدمة الله عز وجل على طريقة العباس عليه السلام أحسنتم طيب سماحة سيد هل ترى اليوم الجهات الإعلامية أدت ما عليها وتحملت المسؤولية في نشر هذه القيم والمبادئ في التعريف تعريف الناس بمن هو عباس أبو الفضل عباس من هو الإمام الحسين من هم أئمة أهل البيت بالصورة الملائمة والمناسبة لهم التي يلتليقوا بمقامهم الإعلاميون وبشكل عام كل مسلم لازم يكون إعلامي لدينه ولقيمه ولرجالاته نوعان نوع يسعى لا أقول أنه يتحمل المسؤولية ماء في الماء ونوع لا يسعى يعني لا يهمه ذلك يتعامل مع المسألة معاملة الموظف مع وظيفته نعم الناس الشارع يريد دراتب يأخذوا في أمان الله لكن أكو ناس يرون دينهم في ذلك دنياهم في ذلك آخرتهم في ذلك فيتحملون المسؤولية كاملة أريد القول أن هناك بعض الناس نعم يحاولون تحمل المسؤولية في هذا المجال ونشر المبادئ والقيم والمسؤول التي جاء بها الأنبياء وطبقها هؤلاء الأولياء على أنفسهم وفي علاقاتهم وفي مواقفهم وبعضهم لا يفعلوا ذلك لكن هل هذا بالمستوى المطلوب لا زال بيننا وبين المستوى المطلوب فاصل كبير أحسنتم درجات الناس مختلفة سماحة السيد درجات المعرفة والعلم أيضا مختلفة معرفتي بأبو الفضل العباس لعلها تختلف كثيرا عن معرفة جنابكم وكذلك كل الناس هكذا حينما يذهب الناس إلى ضريح أبو الفضل العباس هل يتعاملون معه كما يتعاملون ويستجيبون كما يستجيبون للإمام الحسين عليه السام ويؤدون كل المناسبات التي تحدث بنفس المستوى الذي يليق مثلا بصاحب هذه المناسبة نحن في الروايات نقرأ من زاره عارفا بحقه بحقه هل عندنا المعرفة ولو الناقص بحقوقهم هل عندنا معرفة بتاريخهم إذا المعرفة الشرط أحسن قل من الناس من يقرأ كتابا عن الحسين سلام الله عليه قل من يقرأ كتابا عن العباس أنا أطالب الشباب بأن يقرأوا ما في تاريخهم عن النبي عن الإمام علي عن فاطم الزهراء عن الإمام الحسن عن الإمام الحسين قبل أن يتخذوا بعض الأبطال المزيفين نماذج يقتدون بهم يعني إذا قرأتم عن العباس عن الحسين عن الإمام علي عن فاطم الزهراء عن النبي وشفتوا بعد أتكم شي ناقص في نفوسكم تبحثون عنه ابحثوا عن أولاة الآخرين قرأتوا كثيرا عن تاريخ كثيرا من الأمم صراحة وعندي كتاب لم يطبع بعد أنوانه ألف عبرة وعبرة وجمعت فيها قصص فيها عبرة ما ووضعت شروط لكل قصة اختارها من ثلاثة عشر ألف قصة قرأتها من تاريخ البشرية ككل نعم اخترت مجموعة من القصص لم أجد في تاريخ البشرية بطلا واحدا مثل العباس يدخل المشرع وهو عطشان وتدرون أسباب العطش الحر والنشاط البدني الجهد وأيضا الجروح أو العباس كان مجروحا في كارل وهذا الأمر كلها تدفع لنا الآن أن يفكر بنفسه أكثر من يفكر بغيره أكثر ما يفكر في نفسه وثانية إذا وجد الماء فطبيعي يشرب الماء والعباس مد يده بشكل طبيعي نعم فلما أحس ببرده يرمى الماء على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني من بعد الحسين هوني فبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين شارب المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني هل ما وجدت بطلا من هذا النوع في أي أم من الأمم أبدا يعني العباس عليه السلام نموذج أعلى في كل شيء يا إخوان أدرسوا حياة العباس أدرسوا حياة الإمام الحسين الحسين والعباس لم يولد يوم عاشرة ويقتلى فيه ولد الحسين قبل ثمانية وخمسين عاما من مقتله ما الذي كان يفعل خلال هذه المدة حياته كيف كانت نشاطه كيف كانت تعامله مع زوجاته تعامله مع أولاده بناته هذه الأمور مهمة فلابد أن نجدها في بطون الكتب ولا نكت فيه فقط بما جرى عليهم فيه معاشرة وهو عظيم ومهم لا نشك في ذلك لكن الحسين نتاج تاريخه والعباس نتاج تاريخه فحينما نذهب إليه لابد أن نعرف بعضا من أموره وشؤونه ولا نطلب العباس فقط للبركة وفقط لقضاء الحوائج يعني إذا عندك مشكلة طبية مريض كذا تروح للعباس لا أنا أروح للعباس لكي أكسب رضا الله عز وجل وأتقرب إليه بعبدها الصالح السلام عليك يعني العباس نسميه العبد الصالح نعم كان عبدا صالح حم الله فلابد أن نعرف شيئا من حياته أحسنتم طيب سماح السيد كيف نكون اليوم مجتمعا ناهضا يتمسك بأبل فضل العباس والإمام الحسين وبقية المعصومين لنساعد أنفسنا في ذلك على ناهضة المجتمع اليوم بالدقيقتين لو سمحت في الحقيقة يجب أن نسعى وإن كان في بعض المجالات يعني ربما لا تستطيع أن تكون مثل عباس في شجاعته تحمله المسؤولية وصبره وقتاله لكن تستطيع أن تكون مثل عباس في مواساته وكان هناك رجل مؤمن وأنت تملك الطعام ويمكنك أن تعطيه تعطيه ما تقدر تعطيه أنت تمتنع عن الطعام وهو بعيد عنك تواسي لأن المواسات المواسات أرفع من الإثار والإثار أرفع من الجود والجود أرفع من الكرم بعض الناس بخلاء بعض الناس كريم إذا طلبت من عنده يعطيك ما طلبت ما يعطيك هذا كريم لا يبادر أحسنت الجواد هو الذي يبادر وأرفع من الجواد الذي يؤثر الناس على نفسه عنده طعام لا يكفي إلا لأحد يعطيه للتاني كمثال يطعمون الطعام لا يحبه نسكين ويتيما وأسيرا وأرفع من ذلك قضية المواسات لأن الحسين عطشان أنا ما أشرب الماء ولو كان قد شرب الماء ما لامه أحد لا من البشر ولا من الملائكة ولا الله لامه عطشان شربت الماء تتقوى على الأعداء استجابة طبيعية لا تتقوى على الأعداء لكن لا الحسين عطشان وبعده لا كنت أن تكوني لنحاول في بعض الصفات أن نقلده أحسنتم الله وفقكم سماح السيد على هذه المعلومات القيمة أحبتي المشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة